إخواننا الكرام لأن الإسلام ثورة حقيقية ثورة على المعتقدات البالية ثورة على التصورات المزيفة ثورة على كل طرح بعيد عن وحي السماء ثورة على كل السلوك الذي يعبر عن شهوة وتفلت لأن الإسلام ثورة حقيقية كان الإسلام وكان أهل الإسلام في محنة شديدة وما هذه المحنة إلا سمن الجنة سيدنا بلال كان أمية بن خلف يخرج بلالا إذا حميت الظهيرة فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره ثم يتهدده قائلا إنك ستظل هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد أو تعبد اللات والعزة وكان بلال يردد ويقول أحد أحد محنة آل ياسر أما ياسر الأب لم يقو على تحمل العذاب لكبر سنه فمات لتوه وأما سمية فقد أغلظت القول لأبي جهل فطعنها عدو الله بحربة في أحشائها فكانت أول شهيدة في الإسلام فنزل قوله تعالى وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ يقول الله عز وجل في آية بليغة وكل كلام الله بليغ إِنَّا كُنَّا مُبْتَلِينَ وما هذه الأحداث الجسام التي يمر بها المسلمون في العالم إلا من هذا النوع إِنَّا كُنَّا مُبْتَلِينَ أنا أضعكم أيها الإخوة في هذه الخطبة مع بعض الأحداث التاريخية التي قد تلقي ضوءاً كاشفاً على ما يعانيه المسلمون في هذه الأيام قُتِل أصحاب الأخدود الذين حفروا الأخدود وأحرقوا فيه المؤمنين قُتِل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودُ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودُ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ إِذًا الله جل جلاله على من أثنى في هذه الآيات أثنى على الذين احترقوا وَسَمَّنَ عَمَلَهُمْ وَوَعَدَهُمْ بِجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ وَعَلَى مَنْ غَضِبْ عَلَى الَّذِي فَعَلَ هَذَا فما هو النصر الحقيقي أن تكون في سخط الله أم في رضوان الله؟ النصر الحقيقي أن تكون في رضوان الله وأن تكون ثابتاً على المبدأ وأن تكون صحيح العقيدة سليم المنهج مؤمناً بالله متوكلاً عليه راغباً فيما عنده تخشاه ولا تخشى معه أحداً هذا هو الإيمان الحقيقي وكما قلت قبل قليل معركة الحق والباطل أزلية أبدية قديمة قدم الإنسان ومستمرة مع الإنسان إلى نهاية الدوران لأن خطيباً في ألمانيا ندد بقانون جواز الزواج المثلي سحبت منه الجنسية ودفع خمسة عشر ألف مارك لأنه ندد بما ندد به القرآن يا أيها الإخوة الكرام الأمور واضحة وضوح الشمس كان هناك ألوان لا تعد ولا تحصى رمادية الآن أبيض وأسود حق وباطل ولي وإباحي ظالم ومنصف محسن ومسيء أخروي ودنيوي رباني وشيطاني الأمور توضحت أضوحاً لا شك فيه وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا يريدون الطرف الآخر الطرف الآخر يريد أن يمارس الشهوات بأوسع زاوية لها من دون قيد أو شرط منهج الله يضع حدوداً ما من شهوة أودعها في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها هذه القناة ضمان لسلامته في الدنيا وسعادته في الآخرة أهل الكفر والفجور لا يريدون هذه القنوات يريدونها مياها سوداء يريدونها قنواتاً مالحة فيها كل شيء فلذلك يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافر بربكم أيها الإخوة لو أن الإنسان وقف في رابعة النهار وتوجه إلى الشمس وأراد أن يطفئ نورها بنفخة من فمه أين مكانه في حياتنا المدنية؟ في مستشفى المجانين فإذا كان الإنسان عاجز عن إطفاء نور الشمس فلأن يكون عاجزاً عن إطفاء نور الله من باب أولى أهل الأرض لو اجتمعوا على أن يطفئوا نور الله لا يستطيعون إن هذا الدين العظيم من يحاول أن يقمعه كمن يطفئ النار بالزيت ولكن ما ضر السحاب نبح الكلاب وما ضر البحر أن ألقى فيه غلام بحجر ولو تحول الناس إلى كالناسين ليثير الغبار على الإسلام ما أثاروه إلا على أنفسهم ويبقى الإسلام متألقاً لماذا كل هذا الضغط على الإسلام؟ لأنه منهج إلهي هناك مئات الديانات الأرضية الوضعية أتباعها بمئات الملايين وليس هناك مشكلة إطلاقاً حولها السبب ليس معها منهج معها طقوس تمتمات وحركات وسكنات لا تقدم ولا تؤخر أقم هذه الطقوس وفعل ما تشاء مثل هذه الديانات لا يمكن أن تثير مشكلة في الحياة لكن الإسلام منهج الله فيه إفعل ولا تفعل فيه قيود أو في الأصح فيه حدود لسلامتنا لذلك الذين أرادوا التفلت من أي قيد يحاربون هذا المنهج بكل ما عندهم من قوة وهذا ليس جديداً إنما هو قديم يريدون ليطفئ نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون الشيء الذي لا يصدق أن محنة الحق والباطل أزلية أبدية وأن معركة الحق والباطل أزلية أبدية وأن المؤمنين دائماً يدفعون السمن باهظاً لأنهم يدفعون سمن الجنة وفي النهاية الانتصار للمؤمنين اقرأوا تاريخ النبي عليه الصلاة وسلم هؤلاء الذين عارضوه وناوؤوه وأخرجوه وأتمروا على قتله أين هم في التاريخ؟ إنهم في مزبلة التاريخ وهؤلاء الذين نصروه وعززوه ودافعوا عنه ونشروا دعوته أين هم في التاريخ؟ هم في لائحة الشرف أيها الإخوة الكرام قل للذين كفروا ستغلبون زوال الكون أهون على الله من ألا تحقق هذه الآية لكن للباطل جولة للباطل جولة ثم يضمحل إن الباطل كان زهوقاً زهوق صيغة مبالغة تعني مهما يكن الباطل كبيراً زهوق ومهما يكن متعدداً زهوق المبالغة تعني الكم والنوع إن الباطل كان زهوقاً أكبر قلعة من قلاع الكفر تداعت من الداخل كبيت العنكبوت إن الباطل كان زهوقاً ومستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن تكون قوة عاتية جبارة طاغية ظالمة وأن تخطط لمستقبلها ومستقبل أبنائها على حساب بقية الشعوب وعلى حساب كرامة الشعوب وعلى حساب حرية الشعوب وعلى حساب ثقافة الشعوب وأن تنجح خططها على المدى البعيد نجاح خططها على المدى البعيد لا يتناقض مع عدل الله بل مع وجوده مع وجوده ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين الأعلون إن كنتم مؤمنين الإيمان الذي أراده الله أيها الإخوة الكرام ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون كل بطولتك أن تحقق جنديتك لله عز وجل أن تكون جنديا للحق إن كنت كذلك فأنت المنتصر ولو بعد حين أيها الإخوة الكرام نبدأ بسيدنا إبراهيم عليه السلام أبي الأنبياء أعلن على الملأ إيمانه بالله وكفره بما يعبد هؤلاء من دون الله قال أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ أَنْتُمْ وَآَبَاءُكُمُ الْأَقْدَمُونَ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ ما في حال وسط الحق حق والباطل باطل ماذا فعلوا به؟ ألقوه في النار من المنتصر؟ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمُ سَمَحَ اللَّهُ لَهُمْ أَنْ يَعْتَقِلُوهُ وَسَمَحَ لَهُمْ أَنْ يُوْقِدُوا نَارًا عَظِيمًا وَلَمْ تُطْفَأْ بِمَطَرٍ غَزِيرٌ جَعَلَ الْجَوَّ مُنَاسِبًا لِتَأَلُّقِ هَذِهِ النَّارِ وَسَمَحَ لَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوهُ وَأَنْ يُلْقُوهُ وفي آخر الحلقات قلنا يا نار كوني برداً لو قال برداً لمات من البرد وسلاماً ولو قال برداً وسلاماً لتعطل مفعول النار إلى يوم القيامة على إبراهيم فقط قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم أنت إذا أمنت بالله مع من؟ مع خالق الكون مع خالق القوانين مع مفعل القوانين إذا كان الله معك فمن عليك وإذا كان عليك فمن معك هل من محنة أعظم من أن يلقى الإنسان في النار؟ فإذا كان مع الله أصبحت النار برداً وسلاماً هذه أشد حالة يتصورها الإنسان سيدنا يونس في بطن الحوت لمن هذه القصص؟ لأخذ العلم؟ لا والله للاستمتاع القصصي؟ لا والله لمن هذه القصص؟ لنا سيدنا يونس في بطن الحوت نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك ما كان في خلوي إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين قانون قلبها إلى قانون هل أنت في محنة كهذه المحنة؟ هل أنت في محنة كمحنة سيدنا إبراهيم؟ قلنا ينار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم هل أنت في محنة كمحنة سيدنا يونس؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين أيها الإخوة الكرام وأرادوا به كيداً فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطاً إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين هذه حقائق أيها الإخوة والعاقبة للمتقين في النهاية المنتصر هو المؤمن الجنة للمؤمن خريف العمر المتألق للمؤمن الامتحان لا بد منه الامتحان من سنن الله الكبرى إنا كنا مبتلين سيدنا موسى حياته كلها محن رافقت هذا النبي الكريم رضيعاً تتقاذفه الأمواج شبت معه هذه المحن فتاً يانعاً هارباً من بطش فرعون زاد حياته محنة على محنة تعرضه لنقمة فرعون من جهة ولإيذاء قومه وسفههم من جهة ثانية وينضي موسى في طريقه حاملاً كل التبعات وفي فترة من فترات الضعف البشري يحس موسى بالوجل والخوف يخترجان في صدره وهو في قلب المعركة ولكن الله سبحانه وتعالى سرعان ما تداركه بالمدد فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى لا تخف إنك أنت الأعلى وقال أصحاب موسى إنا لمدركون بالحسابات ما في أمل قلة قليلة شرزمة هاربة وراءهم فرعون بقوته وأتباعه وأدواته وآلته الحربية والبحر أمامهم وقال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين كلا لم ينفي بل ردعهم أيها الإخوة الكرام قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفرح الساحر حيث أتى والله أيها الإخوة لو اطلعتم على ما يكيد الطرف الآخر للمسلمين والله كيدهم يشيب لهوله الولدان والله كيدهم تتفطر له السماء والله كيدهم يتلخص في إبادة المسلمين عن آخرهم كيدهم في إفقارهم كيدهم في إزلالهم كيدهم في إضعافهم كيدهم في تفريقتهم اقرأ قوله تعالى وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضْرُكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا انتهى كل قوتهم وكل أسلحتهم وكل مؤامراتهم وكل خططهم وكل ضبطهم للأمور يتلاشى عند الله عز وجل فالبطولة أن نكون معه البطولة أن نستحق أن ينصرنا من أدعية التي أدعو بها دائماً والله الموفق اللهم انصرنا على أنفسنا حتى نستحق أن تنصرنا على أعدائنا أيها الإخوة الكرام المحنة التي أصابت المؤمنين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تفنن أهل الجاهلية في حرب النبي عليه الصلاة والسلام ابتكروا كل جديد لضرب الإسلام حشدوا كل قواهم لعرقلة مسيرة هذا الدين عمدوا أولاً إلى أسلوب خسيس رخيص يستهدف تدمير أعصاب المسلمين والمسلم الآن وأن لا أكتمكم قد يخضع لتضليل إعلامي غربي قد يغسل دماغه قد يلقى في روعه أنك ضعيف وأنك منتهي ولا سبيل لك إلا أن تركع وأن تسجد هذا التضليل الإعلامي أحد أسلحة الطرف الآخر وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبع أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيراً أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفاً أو تأتي بالله والملائكة قبيلة أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاباً نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر الرسول من أنا؟ أنا عبد ضعيف وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال أيها الإخوة الكرام معركة طويلة الأمد بين النبي وأهل مكة وكفار قريش ماذا قالوا عن النبي؟ ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل سفها أحلامنا وشتم آباءنا وعاب ديننا وفرق جماعتنا وسب آلهتنا لقد صبرنا منه على أمر عظيم فبينما هم كذلك اجطلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوثبوا إليه وثبت رجل واحد فأحاطوا به يقولون أنت الذي تقول كذا وكذا لما كان يبلغهم عنه من عيب آلهتهم ودينهم فيجيبهم نبي الهدى بكل ثقة واعتزاز نعم أنا الذي أقول ذلك يعني ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً ما قال هذه تربية بيتية؟ هذا الضمير يقظ قال وإنني من المسلمين لأنني مسلم أنا صادق لأنني مسلم أنا أمين لأنني مسلم أنا متواضع لا تعزوا فضائلك إلى تربية أو إلى عادات أو تقاليد أو مجتمع هذه ينبغي أن تعزى إلى دينك كي تكون داعية إلى الله عز وجل سيدنا الصديق أدركهم وقال أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهِ وَإِذْ يَمْكُرُونَ لِكَ الَّذِينَ كَثَرُوا لِيُّثْبِتُوكَ أو يَقْتُلُوكَ أو يُخْرِجُوكَ وَمْكُرُونَ، وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ أعيد وأقول إِذَا كَانَ اللَّهُ مَعَكَ فَمَنْ عَلَيْكَ وَإِذَا كَانَ اللَّهُ عَلَيْكَ فَمَنْ مَعَكَ أخواننا الكرام لأن الإسلام ثورة حقيقية ثورة على المعتقدات البالية ثورة على التصورات المزيفة ثورة على كل طرح بعيد عن وحي السماء ثورة على كل السلوك الذي يعبر عن شهوة وتفلت لأن الإسلام ثورة حقيقية كان الإسلام وكان أهل الإسلام في محنة شديدة وما هذه المحنة إلا سمن الجنة سيدنا بلال كان أمية بن خلف يخرج بلالاً إذا حميت الظهيرة فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره ثم يتهدده قائلاً إنك ستظل هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد أو تعبد اللات والعزة وكان بلال يردد ويقول أحد أحد محنة آل ياسر أما ياسر الأب لم يقوى على تحمل العذاب لكبر سنه فمات لتوه وأما سمية فقد أغلظت القول لأبي جهل فطعنها عدو الله بحربة في أحشائها فكانت أول شهيدة في الإسلام فنزل قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون أيها الإخوة الكرام خبيب بن عدي الذي ساقه كفار مكة إلى مكة وباعوه لمن قتل أبوه في بدر وكان سيصلب ووضع على خشبة الصلب وتقدم منه أبو سفيان وقال يا خبيب أتحب أن يكون محمد مكانك وأنت في أهلك معافى فقال قولة والله لا أشبع من تردادها يقول هذا الصحابي الجليل والله ما أحب أن تكون لي الدنيا وعافيتها ونعيمها وأنا في أهلي وولدي في بيته وزوجته وأولاده ومعه مال وفير وعافية ونعيم ورفاه وأن يصاب رسول الله بشوكة أيها الإخوة الذي يموت على الإيمان هو المنتصر الذي يموت ثابتا على المبدأ هو المنتصر الذي يموت محبا لله ورسوله هو المنتصر الذي يقيم الإسلام في بيته هو المنتصر